كان لي أخ صغير يبلغ من العمر سنة وقد توفي على إثر شربه شيئا من الكاز كانت أخته قد وضعته أمام الباب دون علم الوالدة فتناوله الطفل وشرب منه ثم توفي ومن شدة حزن الوالدة عليه شربت من ذلك المشروب لتجرب هل يؤثر عليها كما أثر على ولدها أم لا فهل عليها شيء في شربها وهل عليها كفارة بسبب وفاة ولدها نتيجة شربه ذلك أم لا أولا نوجه لأن الأطفال ينبغي العناية بهم ورعايتهم وإبعادهم عما يضرهم فلا يتركون أمام شيء أو عند شيء فيه خطر عليهم وأما ما ورد في السؤال من أنه وضع إناء فيه جاز وشرب منه طفل ومات على إثر ذلك فهل على والدته شيء إن كانت والدته مفرطة لأن تركته عند أهالى المشروب الضار تركته عند ذلك وشرب منه فإن عليها كفارة صيام شهرين متتابعين أولا عليها عدخ رقبه أمكن فإن لم يمكن فإنها تصوم شهرين متتابعين كفارة عن تفريطها بهذا الطفل أما إذا لم تكن مفرطة لأن تركت الطفل في مكان بعيد وجاء هو وشرب من هذا فإنه لا شيء عليها لأنها لم تفرط إذا كانت وضعت الطفل في مكان بعيد عن الخطر ولكن الطفل جاء أو جئ به إلى هذا المكان وتناول هذا الشراب القاتل وشرب فإنه لا شيء على والدته لأنها لم تفرط أما ما ورد في السؤال من أن الوالدة شربت من هذا الشراب الذي شرب منه الطفل وقتله لترى هل هو يقتل أو لا فلا يجوز لها ذلك فعلت شيئا لا يجوز لها أو لا يجوز للإنسان أن يتناول شيئا ضارا للتجربة وأنا أعتقد أنها فعلت ذلك من باب الحنان والعطف على الطفل لما في نفسها من وفاة ولدها بهذا الشراب فأرادت أن تخفف عن نفسها وترى هل هذا يضر أو لا يضر ولكنها أخطأت في هذا حيث إنها عرضت نفسها للخطر والله تعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التالكة والقدر نفذ والحمد لله فعليها أن تصبر وتحتسب وعليها كما ذكرنا إذا كانت متساهلة أو مفرطة أن تكفر الله تعالى أعلم